في شخصية مهمة جدا لعبة دور مهم في قصة الميلاد وهي شخصية يوسف النجار يوسف النجار كان من مدينة الناصرة أيضا هو من صبت يهوذة من نسل إبراهيم من بيت داود كما كانت أيضا مريم العذراء خطيبته مريم كانت مخطوبة ليوسف والخطبة طبعا تعتبر مثل الزواج معد طبعا ممارسة الجنس إلى يوم الزفاف حتى يقام العهد المقدس بين الطرفين يوسف كان بحب مريم كان خائف الله كان بار وكان طقي وأيضا لما سمع أنه مريم حامل أراد تخليتها سرا عاوز يتركها يعني بكلمات أخرى كان ممكن يجيب السمع السيئة على نفسه هو حتى يحمي مريم هو كان مثال الشهامي والنبل والرجل المثالي طبعا في هذه القصة لكن ملاك الرب ادخل بحلم وطلب وقال يوسف لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك لأنه الذي حبل بها هو من الروح القدس فتأكد من هذا الوعد من الملاك وطبعا الله استخدمه حتى يكون أب طبعا بالتبني يعني ليسوع المسيح مسؤول عن يسوع المسيح وطفولة يسوع في هذا البلد هذه البلد طبعا هذه الكنيسة كنيسة البشارة بنية فوق الموقع وين الملاك بشر القديسة مريم العزراء تعتبر بازيليكة كبيرة وليس بعيد عن هذا المكان أمطار بسيطة للمكان يسمى دكان يوسف لأنه كان بيشتغل بنجارة أو بالحجارة أيضا في هذا المكان الله استخدم يوسف لتتميم المشيئة لما صار الإحصاء أن يكتتب كل واحد في بلده طبعا أخذ مريم إلى بيت لحم فيوسف النجار شخصية مهمة في قصة الميلاد